أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احذروا أن تفعلوا هذا الشيء في يوم الجمعة نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والنساء بإسناد حسن عن أبي الزاهرية قال كنا عند عبد الله ابن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس بيعد كده من على رقاب الناس عشان يلحق الصف الأول فقال فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله ابن بصر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة أي في عهد النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال له اجلس فقد آذيت وآنيت يعني أنت آذيت الناس بأن أنت عمال بتتخطى رقاب الناس في يوم الجمعة طبعا في هذا الحديث ان الانسان قد يبوء بالوزر من حيث يبتغي الاجر وانا راح اصلي الجمعة اصلا عشان اخد وزر ولا اجر لا رايح عشان اخد اجر وثواب مش رايح اخد وزر لكن هذا الانسان عمل ثلاث حاجات اول حاجة هذا الرجل الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة الهى المصلين عن سماع الخطبة انه هو هو بيتخطاهم خلهم كده ينتبهوا لي ويتركوا الخطيب وهو بيخطب فمش مركزين في الكلام اللي بيقولوا هذا الخطيب لانهما طبعا بيفقدوا التركيز فاسناء ما ده عمل بيعدي من ايه من على اكتافهم الحاجة التانية كذلك هذا الانسان تسبب في مضايقة المصلين لانه هو بيعدي بيضع قدمه حول اكتافهم وهو يتخطاهم وده موضع الانسان لا يرضى ان واحد يضع قدمه عند رقابته او كتفه او عند رأسه الانسان بيتأزى من هذا الفعل الحاجة التالتة انه هو عايز يضيع على القادمين مبكرا اجر السفوف الاولى يعني واحد جاي قبليه بساعتين ثلاثة وقعت في الصف الاول وده جاي بعد اما الخبه بدأت بربع ساعة وداخل عماله يتخطى السفوف عشان يجلس برضو في الصف الاول فعايز يضيع عليهم اجر القدوم مبكرا الى المسجد طيب يا شيخ محمود المشكلة دي نحلها ازاي بقى نحلها بتلات حاجات في غاية البساطة رقم واحد التبكير للصلاة مبكرا حتى هنا نتخطى الرقاب قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم قال من اغتسل يوم الجمعة وصل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه يعني لو راح مبكرا يوم الجمعة في الساعة الاولى كأنه تصدق بجمل بناقة تخيلوا حضراتكم شوفوا الجمل النار ده يسوى ادي ايه فكأن الانسان اشترى الجمل ده وتصدق به ابتغاء مرضات الله ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة كأنه تصدق ببقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاتا ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة شوفوا بقى حضراتكم كل واحد فيكم يتمنى ان يكون تصدق بايه ويروح في الساعة التي يريد أن يذهب فيها بفضل الله بل وجاء أيضا عند أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنى من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كتب له بكل خطوة يخطوها من البيت إلى المسجد أجروا عمل سنة كاملة أجروا صيامها وقيامها ما شاء الله يعني الواحد لو جيهم الجمعة وقام الصبح كده اغتسل وبعدما اغتسل ذهب إلى المسجد ماشيا على أقدامه تمام يبقى اغتسل وذهب مبكرا ومشي على أقدامه إلى المسجد كل خطوة يخطوها من البيت إلى المسجد يتكتب له أجر سنة كاملة كأنه يقوم ليلها ويصوم نهارها من مدة سنة كاملة طيب بينوا بين المسجد يا شيخ محمود حوالي ألف خطوة يتكتب له عبادة ألف سنة بذهابه إلى الجمعة ماشيا بعد أن اغتسل وذهب مبكرا وذهب ماشيا على رجليه إلى المسجد ودنى من الإمام يعني جلس في الصفوف الأولى طيب راح مبكرا هيعمل إيه يا شيخ محمود يتنفل يقعد يصلي كده على قد ما ربنا قدره يصلي شوية يقرأ كرؤا شوية يذكر شوية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأننا مطالبون بالإكثار من الصلاة على النبي في يوم الجمعة هو الذي أمرنا بذلك أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي كما قال صلى الله عليه وسلم وبعدين يستمع إلى الخبة وينصت ولا يلغو ما يكلمش حد حوالين لو عمل كده ياخد أجر ألف سنة لو كانت ألف خطوة ياخد أجر ألف سنة صيامها وقيامها لو كانت خمسمائة خطوة ياخد أجر خمسمائة سنة طب والمرأة يا شيخ محمود وهي في البيت بتصلي الظهر في وقت الجمعة تاخد نفس أجر الرجل تاخد أجر كل السنوات دي كلها بفضل لو تاخد أجر التبكير وتاخد أجر التصدق بناقة تاخد كل الأجور دي لو صلت الصلاة في بيتها ولكن في وقتها يبقى أول حاجة من العلاج إن إحنا نبكر إلى الصلاة في المسجد في يوم الجمعة رقم اتنين أن الذي يذهب مبكنا يا حبيبي بمجرد ما بيوصل للمسجد لابد أن يحرص على أن يجلس في الصفوف المقدمة ما يجوش مايش واحد رايح للمسجد الساعة عشر الصبح أو تسعة الصبح يوم جالس في نص المسجد أو يجلس في مؤخرة المسجد لا وليه تفوت على نفسك الأجر والثواب ده كله اجلس في مقدمة المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى علشان يبقى كده اللي جي الأول احتل الصف الأول أو جالس في الصف الأول اللي جي بعد كده جالسه في الصف الثاني وهكذا ويبقى المسجد كده بيتملي أول بأول لحد ما وصل لآخر إنما بقى ده يجي يجلس في الصف الأول ده يجلس في الصف الثالث وده في الخامس والمسجد فاضي فيجي تلاقي الناس عمالة بتتخطى الرقاب عشان تملى الصفوف المقدمة يبقى كده عشان نملع تخطى تخطى الرقاب يبقى اللي يجي بدري يعني يجلس أمام بفضل الله سبحانه وتعالى رقم ثلاثة إن المصلي لابد أن يفهم حبيبي إنه أنه ذهب إلى المسجد من أجل الفوز بالأجر والثواب والمغفرة والمغفرة بتتحقق بأشياء كثيرة جدا منها عدم التفريق بين اثنين في الصلاة إن أنا ما يجيش أتخطى الرقاب واجي بين اتنين ورح زايح دا كده أو زايح دا كده عشان أعد وصلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وأختم بهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه يعني يضع من الطيب أو يمس من طيب بيتي ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له يعني يتنفر قبل صلاة الجمعة ثم ينصت إذا تكلم الإمام عند خطبة الإمام ينصت ويستمع إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى يعني يتغفر له زنوب سبعة أيام بفضل الله سبحانه تعالى يبقى علاج الموضوع ده حبيبي التبكير إلى الصلاة حاجة تانية اللي يجي مبكرا يجلس في الأمام يجلس وراء علشان بعد كده السوف تكتمل أول بأول فلا يسمح بعد ذلك بتخطي الرقاب إن الحاجة التالتة إن المصلي يعلم إنه هو من أسباب المغفرة تمام إنه هو لا يتخطي الرقاب ولا يفرق بين اثنين فيجلس في حيث بلغ موضوعه في المسجد وبذلك يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة التي تليها أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأ الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا